يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثانية البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك أعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك في فناء إمامك الحلقة الماضية والتي هي الأولى من حلقات هذا البرنامج كانت مقدمة للتعريف ببرنامجنا هذا في شهر رمضان حدثتكم عن عنوان البرنامج وعن خصوصية وقت البرنامج أتحدث عن شهر رمضان وحدثتكم عن موضوع البرنامج وعن المنهج الذي سيكون متبعاً في تفاصيل هذا البرنامج وقلت من أن الأشياء تستبان من خلال أضادها فحدثتكم عن المنهج الطوسي البتري وحدثتكم عن المنهج اليماني الزهرائي أشرت إلى أهم ملامحه وأهم خصائصه أولاً الفهم العميق ثانياً منظومة أيام الله في عقيدة المعات وأيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى إذ أن الاعتقاد في عقيدة المعادي بيوم القيامة الكبرى فقط اعتقاد بتري هذا اعتقاد سقيفة بني ساعد سقيفة بني طوسي تبعتهم في هذا الاعتقاد حينما جعلت علم الكلام الناصبي أساساً ومصدراً لعقائدها إذن هناك الفهم العميق وهناك منظومة أيام الله وهناك قاعدة الأمان فإن الشيعة ربيت بالأمان ولا زالت تربى بالأمان ورابعاً التمهيد إذا كان الحديث عن إمام زماننا فإن التمهيد هو العنوان الأول الذي يرتبط بنا واجبنا العقائدي والشرعي الأول والأخير أيضاً واجبنا الذي هو فوق الواجبات التمهيد للمشروع المهدوي العظيم وكل بحسبه ذكرت في هذا السياق ما جاء في التوقيع الشريف في توقيع إسحاق ابن يعقوب هذا هو الجزء الثاني من كمال الدين وتمام النعمة كمال الدين وتمام النعمة وهناك قراءة لعنوان هذا الكتاب كمال الدين وإتمام النعمة والمعنى واحد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى التوقيع الشريف توقيع إسحاق ابن يعقوب والذي تكون بدايته في الصفحة السادسة بعد المئتين إنه التوقيع الرابع في الصفحة الثامنة بعد المئتين في آخر عبائر هذا التوقيع وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم هذا أمر صادر من الناحية المقدسة إمام زماننا يأمرنا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج وبحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار الدعاء لا بد أن يكون مصحوبا بالعمل الذي يكون من جنس الدعاء والعمل هنا في الموضوع الذي بين أيدينا هو التمهيد والتمهيد مراتبه كثيرة باختلاف مراتب عقول الناس عقول الشيعة وباختلاف مراتب نياتهم وباختلاف توفر الإمكانات أو بوجود المعوقات كل هذا لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار حينما نتحدث عن التمهيد بالإجمال أضرب لكم مثالا هناك التمهيد والذي يطيب لي أن أصلح عليه التمهيد الخراساني إنها غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون بسنده بسند النعماني عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء هذا النص الجلي والواضح والمحكم تحدثت عنه كثيراً لا أريد أن أتحدث عن هذا النص في هذه الحلقة لكن النص تحدث عن نوعين من أنواع التمهيد تحدث عن التمهيد الخراساني وعن التمهيد اليماني هذا هو التمهيد الخراساني حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء التمهيد اليماني وهو التمهيد المقدم هنا الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أما إني لو أدركت ذلك لو أدركت زمان التمهيد الخراساني أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر استبقاء استبقاء لصاحب الأمر فقط إنها الدعوة اليمانية الخالصة لإمام زماننا فالمنهج اليماني هو المنهج الداعي لإمام زماننا فقط وليس لشيء آخر وهذا هو الذي يميز التمهيد وفقا للمنهج اليماني عن غيره من مراتب التمهيد إذن هناك التمهيد الخراساني قلت لكم هذا أصطلاح أنا أصطلحه وأصطلحه هنا للتمييز بين هذين النوعين من أنواع التمهيد ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء هذا التمهيد الخراساني أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا استبقاء خالص مخلص لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الذي يحدثنا عنه أبو خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه رواية ومخلصة غيبة غيبة النعماني أيضا نقلتها لكم عن أبي خالد الكابلي حدثنا عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه وبيّنت الرواية لنا نوعين من أنواع التمهيد التمهيد الخراساني والتمهيد اليماني هذا هو الجزء الأول من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق إنها طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران صفحة أربعمية وتسعة وسبعين من حديث طويل وهو الحديث الثاني من الباب الحادي والثلاثين حديث طويل حدثنا به الصدوق بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول إمامنا السجاد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته أما إني لو أدركت ذلك لو أدركت زمان التمهيد الخراساني لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر الحديث عن الغيبة وعن الغيبة الطويلة يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف التمهيد الخراساني قالت الرواية قتلاهم شهداء لقد رفعوا سيوفهم ووضعوها على عواتقهم التمهيد اليماني تحدثنا الرواية عنه وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف هم لا يجاهدون بالسيف لكن منزلتهم كمنزلة أولئك الذين جاهدوا بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله أولئك المخلصون حقا أولئك المخلصون حقا هذا الوصف لم يأتي واضحا في رواية المشرقيين أولئك المخلصون حقا ولذا فإن إمامنا الباقرة يستبقي نفسه وفقا لهذا المنهج هذا هو منهج الباقر هذا هو المنهج اليماني المنهج المحمدي العلوي الفاطمي أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا ميزتهم الواضحة هي هذه والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا الدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا إنهم لا يعملون بالتقية ويضعون الحقائق أمام الجميع ولذا فإننا في قناة القمر نحاول أن نتشبه بهذا المنهج نحاول أن نضع النقاط على الحروف بقدر ما نستطيع إذن هناك منهجان هناك التمهيد الخراساني قتلاهم شهداء وهناك التمهيد اليماني هؤلاء هم أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا سرا وجهرا لا تقية في المقام إنه الصدع بالحق وبيان الحقائق ورفض المجاملة والمصانعة هؤلاء هم الذين حدثنا عنهم إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف وهذا هو تفسير إمامنا العسكري وطبعة طبعة ذوي القربى قموا المقدسة الطبعة الأولى صفحة ثلاثمية وثلاثة عاش الحديث ميتين وخمسة وعشرين وقال علي بن محمد إنه إمامنا الهادي إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن أبيه الهادي وقال علي بن محمد صلوات الله عليهم جميعا لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه من العلماء الذين لا يدعون لأنفسهم ولا يصرفون أوقاتهم في ليلهم ونهارهم لبناء مرجعياتهم هؤلاء لا علاقة لهم بهذا الموضوع ولا من الذين يتخذون المنبر وسيلة للارتزاق والعيش هؤلاء أجنبيون بالكامل عن هذه الرواية الشريفة لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه سمتهم الواضحة هي هذه لا أن يكون هذا الأمر جانبيا في حياتهم فيهم الصفة الواضحة فيهم وهذه الصفة لا وجود لها في جميع مراجع النجف وكربلاء في زماننا هذا أو في الأزمنة الماضية فلنتحدث عن زماننا هذا لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله حجج الله في قرآنه وفي حديث أوليائه حجج الله هي هذه حجج الله ليست في علم أصول الفقه ولا في علم الكلام ولا في كل الهراء الحوزوي الطوسي اللعين لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب الكلام هنا ليس عن نواصب سقيفة بني ساعدة الحديث هنا عن نواصب سقيفة بني طوسي التفسير نفسه يشرح لنا ذلك رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهم في صفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين ورواية التقليد حدثتكم عنها كثيرا وهي رواية طويلة موطن الشاهد هنا حينما يتحدث إمامنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة حيث يصفهم ويقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا هؤلاء ضعفاء العقول ضعفاء العقيدة هم هم الذين يتحدث عنهم إمامنا الهادي والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب فماذا يقول إمامنا الصادق هنا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا هؤلاء مراجع التقليد عند الشيعة أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة الطويلة الرواية مبسوطة واضحة في تفسير إمامنا الحسن العسكري وهم أضر على ضعفاء شيعتنا الشيعة لا يعبؤون بالوهابيين ولا يعبؤون بالأزهريين ولا بغير هؤلاء الشيعة ضلالهم جاء من عمائم النجف وكربلاء وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء علماء السوء الناصبون الناصبون وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون يضحكون يضحكون عليكم يا أيها الشيعة المضحكة يضحكون عليكم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون موالون ولأعدائنا موالون يضحكون عليكم يشبهون لكم ذلك هم ليسوا كذلك وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا موالون يدخلون الشكة والشبهة على ضعفاء شيعتنا الذين لا نجات لهم إلا مع هؤلاء العلماء الداعين إلى إمام زمانهم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب هؤلاء هم النواصب اللعناء إنهم مراجع النجف وكربلاء وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشكة والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب ثم يقول إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام مشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمام زمانه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الأعلى في يد المرجع الأعلم كما يحبون أن يوصفوا بهذه الأوصاف التي لا حقيقت لها لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على المرجع الأعلى على المرجع الأعدال على المرجع الأعلام على المرجع الأقذار ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة هؤلاء قوم ملعونون الأئمة يلعنونهم لست أنا الذي ألعنهم هذه الروايات صريحة وواضحة إلى أين أنتم ذاهبون أنتم الذين تقولون إننا شيعة لعجب في ذلك فأنتم قوم مسخرة وقوم مضحكة لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباخ إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب هؤلاء هم النواصب إنهم مراجع النجف وكربلاء الروايات صريحة وكذبوني إن استطعتم تكذيبا لذلك الحقائق واضحة جدا نذهب إلى فاصل صرى واضحا لدينا الفهم العميق منظومة أيام الله قاعدة الأمان التمهيد للمشروع المهدوي العظيم هذه أهم ملامح المنهج اليماني الزهرائي الذي سيكون متبعا في هذا البرنامج وواضح من خلال الحديث عن التمهيد الخراساني والتمهيد اليماني فإن التمهيد اليماني هو تمهيد الحقائق فإن التمهيد اليماني هو مصنع العقول وتأسيس المعرفة الحق ووضع النقاط على الحروف قد تبين الرشد من الغي تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في صام لها إنكم لن تدركوا الرشد لن تصلوا إليه حتى تعرفوا الذي تركه هذا هو المنهج اليماني الواضح الصريح ولا أريد أن أسهب في هذا الاتجاه كثيراً فإن برامجي السابقة قد أسهبت وأسهبت وأسهبت في هذا الاتجاه كثيراً لبرنامجنا لبرنامجنا الذي بين أيدينا ثمرة البرنامج ما هي ثمرة هذا البرنامج الثمرة النهائية والتي سيتلمسها المتابع لهذا أن يكون على البرنامج بدقة أن يكون على معرفة تفصيلية بقانون الغيبة والظهور الآية الثامنة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام جاء فيها يوم يأتي بعض آيات ربك وفي تفسيرهم صلوات الله عليهم إنه قائم آل محمد يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون هذا هو القانون الأهم المرتبط بشؤون الغيبة المهدوية والظهور المهدوي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل لم تكن على معرفة بشؤون الغيبة وشؤون الظهور والأصل في كل ذلك إمام زماننا لم تكن قد آمنت به فما شؤون الغيبة وشؤون الظهور إلا حاشية في عالم معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً بهذا تكتمل المقدمة المقدمة التعريفية ببرنامجنا الذي بين أيدينا والذي عنوانه بانوراما الظهور المهدوي أعتقد أنني قد قدمت لكم تعريفاً واضحاً ومفصلاً إلى حد ما كي تكون على دراية تتابعون برنامجاً هذه مضامينه وهذه عنوينه وهذه تفاصيله ذكرت لكم في موضوع البرنامج بأن العناوين الرئيسة في هذا البرنامج مرحلة الإرهاصات مرحلة العلائم الحتمية مرحلة مقدمات الظهور ورابعاً مرحلة الظهور نفسه قبل أن أتناول الحديثة بخصوص هذه العناوين هناك حقيقة لا بد من بيانها مرحلة مرحلة الإرهاصات مرحلة العلائم الحتمية مرحلة مقدمات الظهور الوقائع والأحداث التي تجري في هذه المراحل تجري خاضعة مجموعة لمجموعة من القواني إذن هذه المراحل الثلاثة الإرهاصات العلائم الحتمية مقدمات الظهور الوقائع الأحداث الملاحم المجريات تجري تجري ضمن مجموعة من القوانين أشير إليها إجمالا وتتحرك هذه القوانين بنفس المستوى في هذه المراحل الثلاث القانون الأول قانون الإمهال ولا أريد أن أقف شارحا ومفصلا لهذه القوانين إنما أذكرها إجمالا لأن الحديث المفصل بخصوصها يحتاج إلى عديد من الحلقات وهذا ما لا أريده بالنسبة لموضوع هذا البرنامج القانون الأول قانون الإمهال وهذا القانون يجري على خواص بقية الله وعلى سائر الناس هذه القوانين عامة كل الأحداث كل الوقائع كل المجريات تكون خاضعة لهذه القوانين وتفاصيلها القانون الأول قانون الإمهال يمكنني أن ألخصه لكم بهذه الجملة إنما يعجل من يخاف الفوت فلا عجلة في قوانين الله إنما يعجل من يخاف الفوت هذا هو قانون الإمهال القانون الثاني قانون البداء فإنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه وتعالى عبر وجه الأكرم وعبر اسمه الأعظم عبر بقية الله صلوات الله عليه إذن هناك قانون الإمهال وإنما يعجل من يخاف الفوت وهناك قانون البداء حيث أن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وهناك قانون التوفيق والخذلان إذا أحسن المحسن أكان المحسن فرداً أم كان المحسن أسرةً أم كان المحسن مجتمعاً من المجتمعات أم كان المحسن البشرية جمعاً المحسن إذا أحسن بحسب قانون التوفيق والخذلان فإنه يجازى وبنحو سريع إما أن يوفق لعمل حسن وإما أن يمنع عن عمل سيء بسبب إحسانه والذي يسيء فإنه سيكون مخذولاً سيخذل من أن يمنع عن عمل حسن أو أنه سيقع في عمل سيء آخر هكذا تجري القوانين مع الأفراد والأسر والمجتمعات والشعوب ومع البشرية جمعاً فهناك قانون الإمهال وقانون البداء وقانون التوفيق والخذلان وهناك قانون المعاد إن الله لا يخلف المعاد ما جعله الله وعداً إلهياً ليكون خاضعاً للقوانين المتقدمة لا لقانون الإمهال ولا لقانون البداء ولا لقانون التوفيق والخذلان أتحدث عن أصل الموضوع عن أصل المعاد إن الله لا يخلف المعاد هذا القانون الرابع قانون المعاد القانون الخامس قانون الرؤية النسبية الرؤية الحيثية إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً هذا منطق القرآن وهذا يجري في كل الأحداث والوقائع والمجريات التي جرت ولا زالت تجري فيما يرتبط بمرحلة الإرهاصات وما سيكون في المراحل القادمة في مرحلة العلائم الحتمية أو في مرحلة مقدمات الظهور هذه القوانين بأجمعها تكون حاكمة لكل الأحداث والوقائع كيف كانت، كيف ستكون، كيف جرت، وكيف ستتحقق نتائجها قانون الإمهال البداء التوفيق والخذلان المعاد الرؤية النسبية الرؤية الحيثية من حيث المخلوق يرونه بعيداً ومن حيث الخالق يراه قريباً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً القانون السادس قانون المداول والقرآن حدثنا عن هذا القانون بأسلوب واضح جداً في سورة آل عمران نذهب إلى فاصل الآية الآية الثامنة والثلاثون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يأتي بعدها من الآيات لا أجد وقتاً كي أقف طويلاً عند هذه الآيات أتمنى عليكم أن تنصتوا وأن تعودوا إلى الآيات كي تتدبروا فيها بعد انتهاء هذه الحلقة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ما هو هذا البيان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله السياق التاريخي للآيات الحديث هنا عن واقعة أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس في بدر كان النصر مؤزرا أما في أحد أما في أحد فقد فر الصحابة الأجلاء وذهب بها عثمان بن عفان عريضة كما تحدثنا الأخبار عريضة في فراره إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تَسْتَمِرُ الْآيَاتِ إلى أن تقول الآية الرابعة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ هذه التفاصيل وهذه المجريات التي جرت في سالف الزمان وفي أيامنا هذه والتي تجري في مرحلة الإرهاصات وما يأتي من مرحلة العلائم الحتمية ومقدمات الظهور تكون خاضعة لقانون المداولة لقانون التداول وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه القوانين يخضع لها الجميع إذن هناك الإمهال وهناك البداء وهناك التوفيق والخذلان وهناك المعاد وهناك الرؤية النسبية إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً وهناك المداولة قانون التداول وتلك الأيام نداولها بين الناس وهناك قانون الجولة والدولة والذي تلخصه كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله إن للباطل جولة وللحق دولة هذا قانون واسع جداً القانون الثامن قانون التدافع حين نقرأ في سورة البقرة في قصة جالوت وطالوت إنها الآية الحادية والخمسون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة فهزموهم بإذن الله أصحاب طالوت هزموا جالوت وجيشه فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء هذا مصداق لقانون فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء هذا مصداق لقانون هذا هو القانون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين هذا القانون عام لا علاقة له بالمؤمن أو بالكافر التدافع هذا قد يكون بين المؤمنين وقد يكون بين الكافرين وقد يكون بين المؤمن والكافر هذه القوانين التي تحكم المجريات ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض في سورة الحج في الآية الأربعين بعد البسملة جاء فيها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذه الآية جاءت في سياق آيات مهمة جدا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ماذا تقول الآية التي بعد هذه الآية الذين إن مكناهم في الأرض الحديث عن العصر القائمي الحديث عن الظهور المهدوي التمكين الكامل لم يهتحقق لا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله إلى يومنا هذا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور العاقبة الكاملة إنما تتحقق في العصر المهدوي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذا هو قانون التدافع هذه القوانين التي ذكرتها لكم قانون الإمهال قانون البداع قانون التوفيق والخذلان قانون الميعاد قانون الرؤية النسبية الحيثية قانون المداولة التداول قانون الجولة والدولة قانون التدافع هذه القوانين هي التي تجري كل الوقائع وكل الأحداث وكل الملاحم فيما سلف من الأيام وفيما يرتبط بحديثنا في هذا البرنامج في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلائم الحتمية وفي مرحلة مقدمات الظهور كل الوقائع تجري ضمن هذه القوانين للفائدة والمنفعة المعرفية هناك آية في الكتاب الكريم تخبرنا من أنها تطبيق عملي لكل هذه القوانين وبنحو وجيز ومختصر إنها الآية السابعة والسبعون بعد البسملة من سورة غافر والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله فاصبر فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون منذ زمان أبينا آدم وإلى هذه اللحظة وإلى زمان الظهور هكذا جرت المجريات وهكذا قدرت المقادير فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإلينا يرجعون الآية التي القوانين فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون خلاصة الكلام فيما يرتبط ببرنامجنا وموضوعنا الإرهاصات العلائم الحتمية مقدمات الظهور هذه المراحل التي سيكون الحديث عنها في حاشية الموضوع لأن الموضوع الأصل هو الظهور نفسه هذه المراحل كل الوقائع وكل الأحداث وكل المجريات تجري ضمن مساحة هذه القوانين هذا لا يعني أن القوانين هذه ستتعطل في مرحلة الظهور هذه قوانين الله هذه سنن الله ولا تبديل لسننه لكنها ستجري بنحو آخر فقانون الإمهال وقانون البداء إلى بقية القوانين هذه القوانين ستكون فعالة في مرحلة الظهور لكن بما يناسب تلك المرحلة لأن مرحلة الظهور ستكون مختلفة اختلافا كبيرا عما ستكون عليه الحياة في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلائم الحتمية وفي مرحلة مقدمات الظهور ولذا فإن القوانين ستكون فعالة هي هي بنفسها لكنها ستظهر بمستوى آخر بنحو يختلف عما تجري عليه هذه القوانين في المراحل التي تكون سابقة لمرحلة الظهور المهدوي الشريف هذه المقدمة كانت ضرورية جدا حتى تكون حاضرة حينما نتحدث عن التفاصيل والوقائع تحت العناوين المتقدمة الذكر نذهب إلى فاصل هناك ملاحظة مهمة أريد أن ألفت أنظاركم إليها قبل أن أشرع في حديثي عن الإرهاصات قاعدة الأمان والتي حدثتكم عنها إجمالا في الحلقة الماضية إذا كنتم تبحثون مهمة عن الفلسفة التي تكون مختزنة وراء قاعدة الأمان من أن الشيعة تربى بالأمان ومن أن الشيعة عللت بالأمان فيما يرتبط بمنظومة أحاديث الغيبة والظهور كل الذي حدثتكم عنه بخصوص مجموعة القوانين ابتداء من قانون الإمهال وانتهاء بقانون التدافع مجموعة هذه القوانين هي التي تشكل فلسفة قاعدة الأمان لأن الشيعة يريدون أن تكون الأمور جارية بحسب ما يريدون والأمور لا تجري هكذا إنما تجري بحسب هذه القوانين رحمة بهم وضع الأئمة صلوات الله عليهم نظاماً نظاماً مداراتياً نظاماً نفسياً مناسباً لإيصال المعلومات والحقائق بخصوص شؤون الغيبة والظهور لعامة الشيعة فكانت هذه القاعدة إنها قاعدة الأمان قاعدة الأمان وجهها الظاهر في هذه المنظومة الهندسية التي نظمت فيها أحاديث الغيبة والظهور ولكنها تخفي في كواليسها حقائق هذه القوانين التي حدثتكم عنها أعود إلى العنوان الأول من عناوين موضوعات هذا البرنامج الإرهاصات مرحلة الإرهاصات في البداية أبين لكم معنى الإرهاص والإرهاصات الرحص والترهيص يعني التأسيس الترهيص للبنيان يعني التأسيس للبنيان عملية إنشاء الأسس لبناء من الأبنية هذه العملية يقال لها ترهيص تأسيس وترهيص فالإرهاص قد يأتي بمعنى التأسيس وقد يأتي بمعنى المقدمة على سبيل المثال في بلد تكون الأمطار فيه قليلة حينما يبدأ المطر في أواسط الخريف يمكنني أن أقول بأن المطر الخريفية هذا إرهاص لمطر الشتاء مقدمة الإرهاص قد يكون تأسيساً الإرهاص قد يكون مقدمة الإرهاص قد يكون بوابة هذا هو معنى الإرهاص والإرهاصات يعني المقدمات مرحلة الإرهاصات مرحلة طويلة طويلة من حيث رؤيتنا نحن إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً والحديث من حيث نحن مرحلة الإرهاصات مرحلة طويلة مجموعة الحوادث والوقائع والتي قد يكون فيما بين واقعة وأخرى قد يكون هناك زمان طويل من حيث رؤيتنا لا من حيث رؤية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وضعت هنا مجموعة من الإرهاصات المهمة التي تحققت منذ بدايات القرن العشرين الميلادي الميلادي كثيراً ما حدثتكم في برامجي السابقة عن حركة التأريخ وعن سرعة حركة التأريخ ومن أننا إذا ما درسنا تأريخ البشرية فإننا سنجد أن حركة التأريخ كانت بطيئة وبطيئة جداً في القرون الماضية لكن منذ بداية القرن العشرين الميلادي تغيرت حركة التأريخ ودخلنا في عصر أشير إليه في ثقافة العترة بأنه عصر التقارب وإنما صار العصر عصر تقارب بسبب السرعة في حركة الأحداث وبسبب السرعة في كل شيء من حولنا ومن هنا فإنني أثبت أهم هذه الإرهاصات أولاً حين دخلنا في عصر السرعة نذهب إلى فاصل الإرهاص الأول إنه عصر السرعة يمكننا أن نجعل نقطة واضحة لبداية عصر السرعة بعد أن اخترعت السيارة وما ترتب على ذلك في بداية القرن العشرين نحن دخلنا في عصر السرعة وأخذت هذه السرعة تزداد شيئاً فشيئاً إلى أن وصلنا إلى منتصف القرن العشرين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ويمكنكم أن تقارنوا بين التكنولوجيا التي كانت موجودة أيام الحرب العالمية الأولى والتي تطورت بعد ذلك في أيام الحرب العالمية الثانية فبداية عصر السرعة كانت في أوائل القرن العشرين الميلادي وأخذت هذه السرعة تزداد شيئاً فشيئاً على مستوى التكنولوجيا على مستوى الزراعة والصناعة على مستوى الأحداث العسكرية والسياسية السرعة والحركة السريعة في جميع الاتجاهات أصبحت حياة الإنسان سريعة وسريعة جداً لكننا في النصف الثاني من القرن العشرين أصبنا بجنون السرعة أصبح الإنسان مجنوناً بالسرعة فالسرعة بدأت في بدايات القرن العشرين وازدادت شيئاً إلى منتصف القرن العشرين ومن منتصف القرن العشرين إلى نهايته كان الإنسان مجنوناً بالسرعة فمن السرعة إلى جنون السرعة لكننا حينما دخلنا في القرن الحادي والعشرين وها نحن اقتربنا من أن نتجاوز ربعه الأول تحولنا إلى حالة جديدة إلى السرعة المجنونة إذا كان الإنسان في النصف الثاني من القرن العشرين كان مجنوناً بالسرعة أصبحت السرعة مجنونة فإن جنون الإنسان تلاشى أصبحت السرعة سرعة مجنونة والأمر لازال يتمادى ويتمادى عصر السرعة وهو عصر التقارب العالم تقارب واقتربت الأجزاء البعيدة واقترب الناس من بعضهم واقتربت الشعوب من بعضها بغض النظر أكانوا يقتربون على صفاء ووفاء أم أن الأمر لا يكون هكذا إرهاص مهم لم يكن قد مر في تأريخ البشرية منذ أن عرفنا تأريخ البشرية هذا الإرهاص يخبرنا أن الدنيا تغيرت وأننا مقبلون على شيء كبير ولازالت السرعة تتمادى وتتمادى الإرهاص الثاني إننا في القرن العشرين وإلى يومنا هذا جربنا أتحدث عن البشر جربنا كل شيء البشرية جربت كل شيء على مستوى الحكومات على مستوى الفلسفات على مستوى التشكيلات والتنظيمات أكانت سياسية أكانت اجتماعية أكانت دينية أكانت أكانت جربنا كل شيء جربنا كل الأطعمة وكل الأشربة لم يمر في تأريخ البشرية عصر كعصر التجارب هذا إلى الحد الذي فإن البشرية قد وصلت إلى حالة لا مبالاة نحن نعيش هنا في البلاد الغربية وأنا شخصياً أتابع ما يجري في العالم الغربي بنحو عام الشعوب في العالم الغربي فقدت ثقتها بالحكومات لماذا؟ لأنها جربت وجربت الشعوب في العالم الغربي فقدت ثقتها بالإعلام كان الإعلام مقدساً في الستينات والسبعينات كان الإعلام مقدساً عند الغربيين في أيامنا هذه صار الإعلام جهة لا يثق بها الشعوب الغربية فقدت ثقتها التي كانت في يوم من الأيام ثقة مطلقة بحكوماتها الشعوب الغربية فقدت ثقتها بحكوماتها وفقدت ثقتها بإعلامها وفقدت ثقتها بنظام الحياة وهذا وهذا هو الذي يعزف على أوتاره ترامب في رئاسته السابقة وفي حملته الانتخابية الحاضرة الشعوب الغربية الشعوب الغربية فقدت الثقة بحكوماتها وبإعلامها وبنظام حياتها مما جعلها تفقد الثقة بنفسها ولذا فهي لا تبالي هناك الكثير من الأحداث التي تجري في البلاد الغربية لو كانت قد جرت في الستينات في السبعينات وحتى في الثمانينات لقامت الدنيا هنا في الغرب وما قعدت ولكن الأحداث تجري والناس لا يعبؤون بها لأنهم فقدوا الثقة بالحكومة والإعلام وبالنظام مما أدى بهم إلى أن يفقدوا الثقة بأنفسهم ودخلوا في حالة اللامبالات هذا مثال عن الذي قلته قبل قليل من أن البشرية جربت وجربت كل شيء وهذا الأمر لم يكن قد جرى في القرون الماضية قبل القرن العشرين الميلادي والذي ساهم مساهمة قوية وواسعة هو هذا التقارب في معرفة نتائج التجارب فعصر السرعة الذي هو عصر التقارب هو هو عصر التجارب حيث جربت البشرية كل شيء ووصلت إلى حافات بدأ اليأس يتسرب منها إليها الإرهاص الثالث هيمنة منطق حق القوة هناك قوة الحق وهناك منطق مبني على قوة الحق هذا المنطق أصبح في عالم النسيان المنطق الذي يحكم العالم هو المنطق الذي تبتني أسسه على حق القوة الحق مع الأقوياء وأدى هذا إلى ضياع الموازين ولذا دائما الدول الضعيفة المجموعات الضعيفة حينما تنتقد الأقوياء يقولون من أنهم يكيلون بمكيالين ضياع الموازين وهذا الأمر يجري في جميع الاتجاهات في الاتجاهات في الاتجاهات العسكرية السياسية الاقتصادية الإعلامية والاجتماعية هيمنة بهذا الشكل لم تكن قد مرت على البشر لماذا؟ لأن البشر ما كانوا متقاربين كالتقارب الذي نعيشه في زماننا هذا البشر كانوا أمما متفرقة وربما تعيش القبائل في جهة من جهات هذا العالم لا يعلم أحد عنها في الجهات الأخرى المختلفة من العالم نفسه إذن الإرهاص الثالث هيمنة منطق حق القوة الحق مع الأقوياء دائما أما الضعفاء فترغم آنافهم الإرهاص الرابع هيمنة الإعلام بكل أشكاله الإعلام أشكاله كثيرة جدا أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل لأن الخوض في التفاصيل سيجعلني محتاجا للعديد من الحلقات كي أتوغل في كل معطيات تلك التفاصيل هيمنة الإعلام بكل أشكاله على العقل البشري الجمعي بنحو لم يسبق له مثيل لم يكن في تاريخ البشرية شيء من الإعلام كالذي عندها في زماننا الحاضر وهذا بدأ بالتدريج منذ بدايات القرن العشرين تدرج شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى إمبراطورية الإعلام العالمية المخيفة المرعبة وهذه الإرهاصات يرتبط بعضها بالبعض الآخر فمن عصر السرعة إلى عصر التجارب البشرية الهائلة إلى هيمنة منطق حق القوة إلى هيمنة الإعلام بكل أشكاله على العقل البشري الجمعي بنحو لم يسبق له مثيل نذهب إلى فاصل الإرهاص الخامس ها نحن في نهايات الربع الأول من القرن الحادي والعشرين وقد أخذت الحياة تفقد بريقها ورونقها وهذا ما هو بأمر يتحسسه بعض الناس صر الأمر عالميا على مستوى شعوب العالم إذا رجعنا إلى القرن العشرين فإن المقطع الستيني من القرن العشرين الستينات كانت تعد عصراً ذهبياً للأوروبيين وللأمريكيين للعالم الغربي واستمر العصر الذهبي للغربيين إلى السبعينات والثمانينات وكان العصر السبعين يعد عصراً ذهبياً لدول العالم الثالث دول العالم الثالث تأتي متأخرة عن دول العالم الأول والذين يرفضون هذا التقسيم الأول الثاني الثالث يعانون من عقدة نفسية واقع الحياة وواقع ما يجري على الأرض هو الذي يجعل هذا التقسيم صحيحاً هناك الأقوياء وهناك الضعفاء الميزان ميزان منطقي حق القوة ومن هنا قسم العالم إلى عالم أول وثان وثالث وهكذا على أي حال فكان للحياة من رونق كان للحياة من طعم مميز بغض النظر أكان هذا الأمر حقيقياً أم لم يكن الناس كانوا يستشعرون هذا نحن الآن في القرن الحادي والعشرين هذا الرونق وهذا الطعم بدأ يتلاشى وبدأت الكآبة العالمية تهيمن على المجتمعات البشرية وهذا إرهاص واضح لم يكن قد مر على البشرية سابقاً اجمعوا كل هذه الإرهاصات مع بعضها مع ملاحظة سرعة حركة التاريخ بالأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية النتيجة واضحة نحن نتحرك باتجاه نقطة هي نقطة التحول الكبير الإرهاص السادس الاهتمام العالمي على مستوى الإعلام والسياسة وعلى مستوى الحكومات والشعوب بمنطقة الظهور منطقة الظهور هي المنطقة التي تتحقق فيها العلائم الحتمية بنحو واضح وهي المنطقة التي تتشكل فيها النواة الأولى للدولة المهدوية العظمى إنني أتحدث عن إيران والعراق عن سورية ولبنان وفلسطين والأردن إنني أتحدث عن تركية ومصر إنني أتحدث عن السعودية واليمني وعن سائر دول الخليج العربي هذه هي منطقة الظهور الاهتمام العالمي واضح بهذه المنطقة عندكم الفضائيات موجودة تتبعوا كل نشرات الأخبار في جميع الفضائيات في الدول المختلفة في دول المنطقة وفي غيرها في الإعلام الأمريكي في الإعلام الأوروبي في الإعلام الصيني في سائر وسائل ومؤسسات الإعلام في العالم ستجدون الإهتمام الأول بما يجري في منطقة الظهور لماذا؟ هناك مسار تأريخي وحركة تأريخية تتجمع شيئا فشيئا وقطرة قطرة بعد ذلك تمتلئ الجرة الإهتمام العالمي على مستوى الإعلام والسياسة وعلى مستوى الحكومات والشعوب بمنطقة الظهور الأمر واضح حرب أوروبية أوكرانيا مع روسيا حينما نشبت الحرب في فلسطين فقدت حرب أوكرانيا بريقها ولم يعبأ بها الإعلام في كل أنحاء العالم الشعوب والحكومات توجهت أنظارها إلى فلسطين ليس لأنها فلسطين إنها منطقة الظهور الإهتمام العالمي على مستوى الإعلام والسياسة وعلى مستوى الحكومات والشعوب بمنطقة الظهور هناك أمراني أقرب من خلالهما الفكرة التي أحدثكم عنها الأحداث تجري في كثير من بقاع العالم لكننا ما وجدنا حدثا جرى في منطقة من مناطق العالم المختلفة وصار حدثا دوليا لماذا كل حدث يحدث في منطقة الظهور الولايات المتحدة الأمريكية وأخواتها يحولنا الحدث إلى حدث دولي على سبيل المثال ما يجري عند باب المندب حولته الولايات المتحدة الأمريكية إلى حدث دولي لماذا تدول الأحداث التي تقع في منطقة الظهور ولا تدول أحداث قد تكون أشد وأوسع منها في المناطق المختلفة في الكرة الأرضية لماذا الفيتو هذا حق التصويت الخاص لماذا يطرح دائما فيما يرتبط بأحداث منطقة الظهور القضية واضحة واضحة جدا الأحداث تجري والوقائع تقع والمجريات تتحرك منها ما هو على خشبة المسرح ومنها ما هو في الكواليس والذي في الكواليس أكثر بكثير من الذي يظهر على خشبة المسرح كل هذه الإرهاصات وغيرها تخبرنا عن أننا نتحرك باتجاه يوم عظيم هذه الدنيا حبلة ولا بد أن تلت لا بد أن تلت الإرهاص السابع وهذا إرهاص واضح وخطير في الوقت نفسه تشكل جزء كبير من خارطة منطقة الظهور فيما يرتبط بمرحلة العلائم الحتمية مرحلة العلائم الحتمية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع حتى تكتمل الأرضية المناسبة وها نحن نرى بأم أعيننا بأن الخارطة تشكل منها جزء كبير وليس اليوم منذ سنة ألف وتسعمية وثمانية وأربعين حيث تأسست دولة إسرائيل وما ترتب على ذلك من الأحداث أنا لا أريد أن أحدثكم بكل التفاصيل إلى أن بدأت إرهاصات التغيير في إيران في بداية الستينات حينما بدأت الثورة الإيرانية الخمينية الشيعية واكتمل نصابها سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين وما ترتب عليها من الآثار والأحداث إلى يومنا هذا ما جرى من تغيير للنظام البعثي بتلك الطريقة الغريبة والعجيبة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا لأن مجرى الأحداث باتجاه يوم عظيم هو الذي رسم الخارطة بهذه الصورة فذهب البعثيون المروانيون وجاءنا الشيعة العباسيون والأمور واضحة جدا ولا أعتقد أن منصفاً إذا أراد أن يدقق النظر في كل هذه التفاصيل حتى يصل إلى نتيجة من أنه سيكون متفقاً معي فيما أطرحه من هذه البيانات إلى الفتنة الشامية وإلى ما يجري في اليمن وإلى 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 تشكل جزء كبير من خارطة منطقة الظهور فيما يرتبط بمرحلة العلائم الحتمية الإرهاص الثامن وهذا يرتبط بالظهور نفسه لن يبدأ الظهور حتى تتفكك منطقة الظهور حينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وحين يصدر البيان الأول من بين الركن والمقام من مكة في الحجاز لا بد أن تكون منطقة الظهور منطقة قد تفككت قواها لا توجد جهة تمتلك القوة الكافية على مواجهة ما سيجري قد يصطدمون بإمام زماننا قد يحاربون إمام زماننا لكنهم ضعفاء الواقع في منطقة الظهور يخبرنا عن هذا العراق مفكك اليمن مفكك سورية مفككة لبنان مفكك وفلسطين هي فلسطين بكل فتنها والأردن على بوابة التفكيك ما هو ببعيد عن هذا والأمر سيجري تباعا وإيران وقعت في مأزق مجتمعي كبير هناك انفصام اجتماعي كبير في إيران ما بين الذين في جانب الدين وبين الذين يرفضون الدين لا أتحدث عن الجانب السياسي الحكومة الإيرانية قوية لكنني أتحدث عن الجانب المجتمعي هناك انفصام مجتمعي واضح وهذه بداية للتفكيك لا أتحدث عن تفكيك سياسي الروايات تخبرنا عن أن إيران ستكون فيها حكومة شيعية دينية زمان الظهور الشريف لكن التفكك سيكون على المستوى الاجتماعي وهذه بداياته إنها واضحة جدا التفكك في كل منطقة الظهور إما قد وصل إلى حد واضح وإما هو في بداياته جذور التفكك في تركيا في مصر وفي السعودية واضحة جدا هذا الإرهاص ظهرت بداياته فنحن لا نتوقع أن الظهور سيتحقق في منطقة تحكمها حكومات قوية جدا لا بد أن تكون الحكومات ضعيفة لا بد أن تكون المجموعات السياسية مفككة ولا بد أن يكون المجتمع مفككا إذا ما جمعنا هذه الإرهاصات وهناك غيرها كثير لكنني أشرت إلى أهمها إذا ما جمعنا هذه الإرهاصات فإنها تخبرنا من أن الأرضية بدأت تتشكل كي تكون أرضية مناسبة لتحقق العلائم الحتمية لا بد أن تضعوا هذا أمام أعينكم بأننا نتعامل مع النصوص نتعامل مع الوقائع نتدبر في هذه الحقائق وفقا لقاعدة الأمان لأن النصوص المعصومية قد نظمت وفقا لهذه القاعدة فلا يستطيع أحد يريد أن يفهم مضامين النصوص من دون أن يأخذ قاعدة الأمان بنظر الاعتبار ومثل ما بيّنت قبل قليل فإن في كواليس هذه القاعدة هناك مجموعة من القوانين وهذه القوانين هي التي تتحكم فينا ووفقا لمضمونها تتحرك الأحداث وتجري المجريات وتكون الوقائع فلا يوجد كلام قطعي نعم هذا الكلام كلام يطمأن له لا يمكن لعاقل أن يتحدث بحسب هذه المعطيات وبحسب المقدمات التي قدمت ذكرها في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة أن يصل إلى مجموعة من النتائج القطعية لأن الحديث في معطيات متحركة بالنسبة لي أقول هذا كلام يطمأن له وفقا للمقدمات التي اعتمدت في استنتاجه واستخراجه بهذا تم الكلام فيما يرتبط بالإرهاصات لأنني كما قلت لكم لن أتحدث بالتفصيل في موضوع الإرهاصات وفي موضوع العلائم الحتمية وفي موضوع مقدمات الظهور سأجعل الكلام في جهة من جهات هذه البانوراما الموضوع الرئيس الموضوع المركز هو الظهور نفسه نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي سألكم دعاء جميعا في أمان الله